السيسي جاب من الاخر ويبشر بخبر صار لكل المصريين رئيس عبدالفتاح السيسي قال ان الاجراءات اللي تم اتخاذها خلال الاسابيع القليلة الماضية هي خطوات لتحسين الاقتصاد المصري لذلك نحاول ان نكون على الطريق الصحيح واضاف السيسي خلال تفقد وسير العمل باكاديمية الشرطة فجرة اليوم بطم من الناس ان الامور ماشية وما فيش اي مشكلة فيما يتعلق بالسلع الغذائية وخصوصا في ظل الافراجات الجمركية الحالية وقال انه خلال الاربع سنوات الماضية كانت هناك ظروف وكان ليها تأثير على الاقتصاد في مصر واضاف الرئيس انه تم التوصل الاتفاق اولي مع صندوق النقد الدولي وايضا البنك الدولي سيكون هناك تعاون معه وشكل من اشكال الدعم وايضا الاتحاد الاوروبي وكل هذه الخطوات لاصلاح الموقف الاقتصادي وجه الرئيس السيسي رسالة طمأنه بان الامور تسير جيدا ولا يوجد مشكلة في توفير السلع حتى المستلزمات الموجودة في الموانئ يتم الافراج عنها حاليا طيب يا جماعة وبصراحة ايه رأيكم في الاقتصاد المصري هيتحسن ولا هيفضل زي ما هو انا شخصيا متفائل شوية الحكومة بتعمل اصلاحات كتير والبنك المركزي بيحاول يسيطر على التضخم وزي ما بيقول المثل الصبر مفتاح الفرج بس طبعا ده مش معناه ان كل حاجة هتكون تمام اكيد هيكون فيه تحديات بس المهم اننا نكون عارفين ايه اللي بيحصل ونستعد كويس لا شايف ان الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح بس لازمنا صبر ونشتغل بجد عشان نوصل اللي احنا عايزينه اعز اعرف رأيكم انتم هل متفائلين زي ولا شايفين ان الامور هتفضل زي ما هي منتظر تعليقات حضراتكم اسفل الفيديو